سباح النور هجر وحذرت من شن أي عملية بالقوة لطرد الانقلابيين وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قال في بيان أن الجزائر عندها تعلق عميق بعودة النظام الدستوري في النيجر واحترام مقتضيات سيادة القانون وفي صحيفة The Independent نقرأه في الشأن الرياضي موروكو رياليز ذيف ميدت ثرو تورل كوب نوكاوت على خطأ أسود الأطلس سيدات المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم المنتخب المغربي للسيدات يواصل الفوز في بطولة كأس العالم للكرة النسائية وينربح البارح قدام المنتخب الكولومبي بفارق هدف واحد وهكا يكون ضمن بلاصف الدور 16 ميناء البطولة النساء الأحميري كانت صاحبة الهدف لحق الفوز ويكون هذا الفوز الثاني للمنتخب المغربي في أول مشاركات للمنتخبات النسائية العربية في المونتجار كانت هذه الغفوز متاعنا اليوم أسيمة نتلقى في الغفوز الجاية شكرا لك هاجر نذكروا أن وزارة الشؤون الخارجية بخصوص لقاعدة يصيرها في النيجر كانت أطلقت بلاغ للتوينسة اللي موجودين في النيجر ولي رغبين في العودة إلى أراضي الوطن بسبب الاضطرابات اللي تشدها النيجر وأنه ينجموا معانتها يتقدموا لسفرتنا في النيجر والقنصوليات اللي عندنا وكيف كيف يبلغوا على مواقعهم وين وحتى تحطى الأرقام والتواصل معانتها مع الوزارة ومع موثلي دولة تونسية في النيجر لإجلاء رعينا من النيجر نسوقوا المعلومة هذية اللي صدرت في بلاغ عن وزارة الشؤون الخارجية وموجود حتى البلاغ على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية وفي متابعة للأوضاع هذية إن شاء الله هنحاولوا نتابعوا الآخر المستجدات الخاصة بالجالية التونسية المقيمة في النيجر شكرا لكم مرة أخرى هاجراتك الصحة احنا مازلنا باش نواصلوا معاكم